طيب عايزة أسأل حضرتك عن رسوم النظافة لأنه في الآخر ده اللي بيهم الناس وهل في شرائح وهل هي تضاف على فتورة الكهرباء الموضوع هيكون عاملت ازاي؟ طيب خلينا نوضح بس أمر مع صدور القانون واللاحة التنفيذية في خطأ تم من بدء تنفيذ رسوم النظافة من الغد وده ده أمر مغلوط لسه رسوم النظافة اللاحة التنفيذية نزلت عشان تضع الأسس والقواعد اللي هيتم على أساسها المنظم والعادة هذه الرسوم اللي هتراعي الأبعاد الاقتصادية وقدرة المواطن على الدفع واللي أنا بتوقع أنها مش هتزيد عن بعض الرسوم المتبكة حاليا الوضع الحالي الرسوم متدرجة من 3 إلى 10 جنيه وفقا للقانون السابق المواطن برضو بيدفع للمتعاحد أو الزبال اللي بيجيله لا في ظل القانون والتشريح هو هتبقى جاية واحدة اللي هيتم بتحصيل الرسوم من خلالها هي الدولة أيا كانت الألية على فتورة الكهرباء وخلافه بس المواطن مش هيدفع أكتر من اللي كان بيدفعه حاليا بل ممكن يقل فاللاحة التنفيذية لمصادر ونوع من إعادة الهيكلة إعادة الهيكلة وتوحيد الموارد المالية بحيث يتم الأغذف اللي اعتبار بيها وتوجيهها للقطاع الخاص اللي قادر على تنفيذ منظومة جيدة بحيث المواطن يحس بمردود مختلفة عملية الجامعة من الوحدات السكنية والتجارية وخلافه المواطن يحس بمردود على الشارع الشارع نظيف فيه عربيات بتوكنوس كانس آلي فيه عربيات بتخسل خسيل آلي فيه عملية الجامعة منتظمة للوحدات السكنية والتجارية فيه منظومة محترمة المواطن يحس بمردود مختلفة على الأرض إن شاء الله وإحنا منتكلم هنا يا أستاذ ياسر عن منظومة محترمة زي ما حياتك قلت فيها تكامل زي ما حياتك ذكرت مش فكرة اللي أنا بجمع القمامة دي من المنازل علشان كده بحط شريحة أو نسبة مالية على فطورة الكهرباء تحديدا لا فيه كمان شغل بيحصل في الشارع نظافة الشوارع غسيل الشوارع تجميع القمامة من الشوارع فكل ده أكيد ليه مقابل مادي فهل فيه مجموعة من الحوافذ هيتم منحها للشركات العاملة في هذه المنظومة ولا الموارد اللي بيتم تجميعها من المستهلكين بقى للأشياء تحديدا هي دي هتكفي لإدارة هذه المنظومة طيب لو تكلمنا في البداية الأمر التكلفة المنظومة التكلفة الدولة هتتحمل جزء كبير منها يعني مش هتحمل المواطن الجزء الأكبر لا المواطن هتحمل الجزء الأولي اللي هو بيدفعه في الوضع الراهن بل ممكن يقل زي ما قلت رحضرتك على بعض الشرع سامحية مش هيزيد لا لا خالص أنا قلت زي ما شرحت رحضرتك المواطن في الوضع الراهن بيدفع لجهتين بيدفع للمتعاحد أو الزبال اللي بيجيلوا على باب الشقة وبيدفع لفتورة الكهرباء لا في ظل التشريع جديد هي جاهة واحدة اللي هيتم بتحصيل منها الرسوم وهيقل زي أنا بقولت لحضرتك في بعض المناطق الجزء الأخرى الدولة هتتحمل تكلفة المنظومة من بنود أخرى تم وضعها داخل القانون الدولة هتتحملها الجزء الأخرى وهي حوافز اللي هيتم بتقديمها للشركات الأصل في القانون إن خلاص الدولة على طرف القطاع الخاص هو اللي هتقوم بتشغيل المنظومة خلاص الأصل في تنفيذ المنظومة هو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عملية التشغيل القانون نص صراحة هتتم من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الدولة مش هي اللي هتقوم بتنفيذ المنظومة هي هتتعاقد مع القطاع خاص قادر على تنفيذ المنظومة سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو جماعات أهلية لتنفيذ المنظومة جزئة الأخرى هي استدامة الموارد المالية للشركات اللي هتقوم بتنفيذ المنظومة ودي قانون نص عليها صراحة ووضع استدامة الموارد المالية اللي من خلالها يقدر ردي الشركات سواء متوسطة أو صغيرة أو كبيرة أو جماعات أهلية المقابل العادل لتنفيذ الخدمة جزئة الأخرى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعة لوزارة البيئة هي نصك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهات صغيرة لإعطاء حواف استمولية وفنية للشركات الصغيرة ومتوسطة للقيام بتنفيذ المنظومة أيضا جزئية أخرى وجزئية مهمة جدا الجهاز هيبتدي يدرج الكطاع غير الرسمي الكطاع غير الرسمي اللي اشتغل في الدولة على سنوات طويلة الجهاز بدأ يقانون وضعه ويستقبل الأوراق الخاصة بالكطاع غير الرسمي وتقنين وضعه وضعه في إطار قانوني بحيث يتم تنفيذ المنظومة وفقا الاشتراطات اللي وزارة البيئة وضعيتها إن شاء الله إيه كمان يا أستاذ ياسر جهات ما كانتش موجودة داخل المنظومة وانضمت للمنظومة خلينا أقول لحضرتك أن زي هو قانون نصص صراحة خلاص كفانة أن الدولة هي اللي تشغل أو موظف المحليات هو اللي ينزل ينظف أو ينزل يجمع لا هي على الطرفة أن فيه قطاع خاص وقطاع خاص لازم يتم إدراجه داخل المنظومة أيضا تشجيع للشركات الشبابية أن هما يدخلوا المنظومة يكونوا شركات صغيرة ومتوسطة ياخدوا بعض الكروض المؤسرة والوزارة البيئة هتساعدهم مع جهاز المشروعات زي ما قلت لحضرتك هياخدوا حوافز تمولية حوافز فنية هياخدوا تدريب من خلال وزارة البيئة بحيث أن يقدروا ينفذوا منظومة جيدة وحسب الدراسات اللي عدتها وزارة البيئة المنظومة دي تتحمل حوالي مليون فرصة عمل نوع واحد من أنواع المخلفات يوميا مصر بتولد 60 ألف طن مخلفات بلدية يوميا من 20 إلى 25 مليون طن سنويا الكمية دي كفيلة أنها تعين فرص شباب كتيرة على جميع مراحل المنظومة دي جزئية مهمة جدا والدولة هتمت بيها وإن شاء الله هتنعكس على الشارع وعلى المواطن المصري وهتنعكس على الشباب اللي هيكأسش الشركات سواء متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغيرة نعم سيد أسر يمكن لسادة المشاهدين المتابعين لنا حاليا في صباح الخير يا مصر يمكن كل اللي يهمهم دلوقتي موضوع الفلوس هيدفع إيه يعني ما هموش اللايحة التنفيذية إيه تفاصيلها أوي وإن كان لها فايدة كبرى ممكن ترجع له بشكل غير مباشر لكن هو عاوز يعرف هيدفع إيه وحيكأكدت دلوقتي أن زمان كان بيتم الدفع من خلال جهتين أول جهة المتعهد أو جامع القمامة وتاني جهة اللي هي الشريحة اللي بتتحط على الكهرباء دلوقتي هتبقى في بند واحد فقط وهي شريحة الكهرباء طيب أنا دلوقتي وأنا قاعد لو خبط علي المتعهد اللي بيجمع القمامة النهاردة هتدي له الفلوس اللي هو بياخدها ولا لسه ده ما تنبخص على الأرض خلينا أوضح لحضرتك أمر حصل بالفعل على الأرض من خلال ست شهور الحكومة المصرية ومحافظة الكهرباء تعقدت مع شركتين للمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية شركات وطنية لتنفيذ خدمات جامع واناقل المخلفات ونظافة الشهرة وكان الزام داخل التعاقد أن الشركات اللي هتشتغل على الأرض لا تقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين أو مساكن سواء وحدة سكنية أو تجارية وتم فتح أو إنشاء مكتب للشكاوي داخل محافظة الكهرباء من أي مواطن تقوم الشركة دي بتحصيل أي مبالغ منه ليه خط ساخن أو ليه رقب؟ هو داخل محافظة الكهرباء ممكن أبعادته لحضرتك تقرده في الحلقة إن شاء الله ده متاح فخلاص التعاقدات اللي الدولة بتبرمها مع القطاع الخاص بتلزم القطاع الخاص للم يحصلش أي مبالغ مالية من المواطنين فده واضح بالنسبة للمواطنين خلاص ما فيش شركات قطاع خاص هتقوم بتحصيل أي رسوم نظير القيام بالخدمة هو القطاع الخاص ملتزم بجمع المخلفات ونظافة الشهرة الشرق وغرب الكهرباء في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الشاملية وغدا المدر الجديدة؟ يعني أكتوبر ومدينتي وتجمع تدريجياً خلاص إحنا داخلين تدريجياً بالمحافظات بالتوازي كل محافظة هينزيلها كطاع خاص ده إلزام داخل التعاقد إحنا شغالين على مستوى 27 محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة إن أي حد هيجمع المخلفات كطاع خاص الدولة هي اللي هتدفع المقابل نظير أداء الخدمة ولن يكون بتحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين وده كان نص صريح في القانون ونص صريح في التعاقدات اللي الدولة هتبرمها مع القطاع الخاص